السلام عليكم استكمالها لسلسلة ألعاب الأجهزات اللي احنا بدأنا ننفذها هنشوف مع بعض النهاردة إزا ننفذ بازل للأشكال الرائعة والمفيدة للكبار والصغار وبتعمل على التحفيز العقلي وزيادة مهارة حل المشكلات والتركيز والاهتمام بالتفاصيل يلا بينا نشوف الطريقة دي الرسمة اللي احنا نفذناها واللي هتوضح لنا برضو فكرة طريقة عملها دولة الأربع قطع الخاصة بالبازل البازل رسمته عبارة عن مسلسات مساوية الساقين ننزل المثلس الأول وبعد ذلك نقلب المثلس اللي جنبه والقاعدة تكون فوق وبناخد الموازي للخط أول موازي وبعد ذلك ناخد الموازي الثاني يكون لنا الشكل اللي احنا شايفينه كده باستخدام المسترة والقطر هنبدأ نقطع الرسمة عشان نشيلها بره اللوحة بعد ذلك هنبدأ نفس القطع عن بعض ودي قطعة MDF 7 ميلي كانت موجودة عندي هبدأ نضع لها الشكل وهنبدأ أخذ خطوط على نفس الشكل بالزبط وباستخدام المنشار هبدأ أقطع الشكل المرسوم تقدر طبعا تستخدم منشار مختلف منشار يدوي أو منشار ARKIT أو منشار شريط الأسهل لك ونبدأ نقطع بعض الأشكال بنفس الطريقة وقعد كده بنسنفر كويس الأشكال وجدت خطوط الديهان طبعا تدين بأي لون انت عايزه هنا أنا جربت أستخدم وراء الكارتون المكوى أو النصيبيان والنتيجة طلعت نفس الشكل بالزبط فكرة اللعبة أنت بتختار أي شكل منهم أو بتختار لحد أي شكل منهم وتخليه يبدأ ينفزه أنا هنا كنت بحاول أن نفز الشكل اللي أنا اخترته وفعليا الموضوع كان صعب جدا رغم أنه أنا كنت مستسهل اللعبة في البداية وبعد ما نفز صبري طريت أنه أنا أغش الحل من الورقة الثانية اللي فيها الإجابات وعشان ما تكونش الشخص الوحيد اللي وقفت قدامه قلت أجيبه لها دخوية يجربوا هم كمان أتمنى الفيديو يكون مفيد ولو عجبك يا ريت تدعمنا بلايك وتشترك لو مش مشترك وتدعمنا بالتوفيق سلم ترجمة نانسي قنقر